إلى ولاية البوليدا ودائماً مع مكافحة فيروس كورونا أين يقوم العديد من الطلبة بتعقيم قاعات الدراسة نتعرف عليهم في هذا الروبرتاج في إطار عودة الطلبة والطالبات الأقسام النهائية بالمدارس العليا للأساتذة وكذا طلبت الماستر إلى مقاعد الدراسة لم تكن عادية بالنسبة لهم خاصة في ذل الإجراءات الوقائية لتصدي لوباء كورونا بعد ستة أشهر من الغياب ها هي الجامعات تفتح أبوابها مع تطبيق إجراءات وقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد-19 من خلال التجربة التي عاشتها النهار مع الطلبة اتضح لنا أن الواقع أبسط بكثير مما يتوقعونه خاصة في ذل توفير الإمكانيات اللازمة لهم مصطفى طالب بجامعة تيبازة أطلق هو وزملائه مبادرة تطوعية وأعلنوا استعدادهم لمواجهة فيروس كورونا بعدما تسبب هذا الأخير في شلل تام من داخل الجزائر مثل الكثير من دول العالم كنا مجموعة من الشباب وقدرنا مبادرة تحت اسمية يعني واعينا يحمينا الحمد لله يا ربي صبنا تجاوبات بزاف مع الطالب يعني يعونونا بزاف يعني خدموا معنا وصبنا تسهيلات مع الطالب يعني تجاوبوا وفهموا خاصة كأن الأباء تواحمت وشات خاصة لأمها تواحم ونطلب لهم الشفاء يعني لمهم ريضة ولا بابة أو لأن طلبوا الشفاء بعد ترسم الوزارة تاريخ 19 بتمبر هو تاريخ رسمي للعودة الجامعية قررنا نحن كطالبة ونتمين إلى التنظيم أن نقوم بحملة تطوعية يعني هذه الحملات تكون في حملية تعقيم تمز مختلف معاهد الجامعة وحتى الإقامة وتكون بصفة دورية ويومية خصص الشباب المتطوعون يومين في الأسبوع حيث يأتون إلى مقر الحملة ويتفقون على خطة التعقيم وبرنامجها إطار تحضير الجيد للعودة الدراسية وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وكذلك من باب تثمين الجهود المقدمة من الطلبة بالتنسيق مع الإدارة المركزية المركز في تحضيرها لأجواء على غرار بعض المنظمات التي نذكر من بينها المنظمة الوطنية الطلبة الجزائريين التي ساهمت مساهمة مباشرة في هذا التحضير الدخول عن طريق دفعات لتخفيف الضغط عن الجامعة مع إجبارية ارتداء الكمامة والتباعد هو ما اتفق عليه الجميع لتفادي عدوى الفيروس القيام بعمليات التوعية من مخاطر تفشي مرض كورونا إلى جانب برنامج خاص بعمليات التعقيم والتطهير لقاعات الدراسة والأماكن العامة رأنا ما حملات التوعية بين الطلبة حملات التوعية للالتزام بتباعد الاجتماعي حملات التوعية للالتزام بارتداء الكمامة سواء في حفيلة نغل طلبة أو سواء دخل المدرجات والأقسام الحملات إن شاء الله تستمر حتى نهاية فترة استئنف الدراسة وإن شاء الله إن شاء الله يقدر الله إذا استمر الوضع الصحي للبيل كما هو الحال إن شاء الله دائما مستمر مع هذه الحملات وإن شاء الله دائما نكون في خدمة جامعتنا ونكون في خدمة الوطن التاني إن شاء الله كما شددت مدريات الخدمات الجامعية على توفير جهاز قياس الحرارة عند الدخول إلى الإقامة ومنع دخول الغرباء مهما كانت صفتهم وتوفير الشريط اللاسق لتطبيق التباعد الجسدي ما بين الطالبات بمسافة واحد متر ونصف وكاين والديكم في الدار تحافظ علي سلامة تحهم على صيحة تحهم يجب أن تكونوا واعين بدرجة كبيرة يجب أن يكون هناك تباعد يجب أن تكونوا واعين مع نفسك لأن النكرك مسؤولة لنفسك ومسؤولة لعائلتك ويعكس هذا الانخراط الواسع في هذه العمليات التطهيرية مدى الواعي الذي أصبح منتشرا في أوساط المجتمع مدركين مدى خطورة هذا الوباء المعدي وبضرورة الوقاية منه ومحاربته وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها السلطات العمومية ترجمة نانسي قنقر